الجو حر جدا وزي ما احنا عارفين وزي ما احنا بنقول وزي ما درسنا في مدرسنا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة الجملة دي دايما بنقولها ودايما بنرددها للناس اللي بتسافر مسافات طويلة يمكن عشان يتجنبوا اي مواقف طريقة ممكن تؤدي لحوادث مرورية لقدرره وخصوصا في فصل الصيف وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم في وقت الظهيرة اللي بتكون درجات الحرارة فيه في اعلى مستوياتها ممكن تأثر درجات الحرارة على ايه ممكن تأثر على الاطارات ممكن تأثر على درجة حرارة العربية ممكن تأثر على اشياء كتير جدا جدا وتعمل لقدر الله حوادث طب نعالجي القصة ازاي نعرف ازاي اضرار السرعة ازاي ايه ده على الطرق ازاي نحافظ على سلامة الاطارات وعدم انفجارها في هذه الاجواء الحرة وخصوصا في ظل تصميمات حديثة للطرق ربما بتغري كثير من المواطنين انهم يجروا نحافظ ازاي ايضا على سلامة حرارة العربية نعرف ازاي نتابع حرارة العربية علشان ما تحصلش مشكلة في قصة دايرة الهواء او دايرة المية كلام كتير جدا هنعرفه من اللواء دكتور ايمان الضبع استشاري السلامة المرورية لهيئة الامم المتحدة وايضا عضو مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور بنصبح عليك دكتور ومنوارنا النهاردة في صباح اهلا بيك يا مصابي والسادة المشاهدين اهلا بيكو اهلا بحضرتك وفصل الصف جيه بشكل عام لو عايز تدي رشدة لكل اولادك اصدقائك تقول لهم ايه اه طبعا فصل الصف يعني فصل بيبقى فيه انشطة مختلفة شوية اه فيه رحلات طويلة رحلات للمصايف رحلات لزيارة وطرق بقيت جميلة وواسعة ومغير ومشاء الله طرق بتاعت مصر بقى عندنا شبكة طرق يعني اه نفخر بيها طبعا اه قد يغري البعض ده على التصارع زي ما حضرتك قلت عليه لكن في النهاية هدخلين في جو حار جو حار ده السيارة اصلا بتنتج حرارة احتراق داخلي وبتنتج حرارة بترتفع الحرارة ففيه بعض الاجراءات المهمة جدا لو هنمشي لو مضطرين نمشي في جو الحار يعني يفضل لو عندي رحلة طويلة ان انا اطلع مبكرا مع شروق الشمس بحيث ان انا ماخدش فضرجة الحرارة اثناء الرحلة لكن لو همشي في الشمس فيه بعض الاجراءات المهمة نبدأ احراج بالاطارات عشان دي الاكثر خطورة يعني الاطارات تاعة العربية دي مادة مططية صحيح المطط له عمر افتراضي زي لو اسك اللي بنحطه فيه الاسك الصغير ده بعد فترة معينة بعد انتاء الصلاحات تاعته بيجي يشده بيتهرق كده ويتقطع المطط تاعة العربية الكويتش بيحصل فيه نفس الموضوع ليه عمر افتراضي اه ليه عمر افتراضي بيفقد هم خصائصه وهي الفلكسابلتي الفلكسابلتي بتاعته يعني المرونة مبقاش فيه مرونة فمع الضغط عليه وزيادة درجة الحرارة الضغط بيزيد بيبقى قابل للانفجار حتى وان كان شكله الظاهر جديد يعني انا عربيتي ما بستخدمهاش كتير فشكل الاطار جديد حلو في مشوار صغير في وسه البلد في بتاع مش عمله والله مش حلو فلس لكن لو جدت فرت كمان والله انا لقوا بعد انتهاء العمر الافتراضي رشدت كده بعد انتهاء العمر الافتراضي لازم نغير الاطارات طب العمر الافتراضي الاطار قد ايه العمر الافتراضي الاطار من سنة الصنع من تاريخ الصنع اربع سنوات ده المتوسط بتاعه خمسة يا دكتور يعني من اربعة لخمسة لكن احنا هنتكلم علشان نبقى في السليم خليها اربعة ونص خمسة مش مشكلة او خمسين الف كيلو اه ده احد المحدد ده المحدد التاني بس الماشي بالاطار لما بوصل الخمسين الف كيلو بيكون الاطار ظهر علينا وتآكل وبيبدأ بقى يحصل فيه اخرام وكده فبيبقى ده ظاهر لكن المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا في اللي ما بيستخدمش العربية كتير فما بيوصلش للخمسين الف كيلو ماشي عشر تلاف كيلو لكن بقاله ست سنين للاطار سبع سنين هي دي الخطورة الكبيرة جدا اللي بيشوفها يوميا بيركب بقى اهله واصدقائه وراحين في رحلة طويلة رحين نصيف رحين مش عارف ايه وماشيين درجة حرارة مرتفعة الاسفل سخت درجة الشمس قائزة الضغط بيبدأ يزيد المرونة مش موجودة فبيحصل بدون سابق انذار انفجار للاطار طيب نعرف ازاي ان الاطار عمره افتراض انتهى بيبقى مدون على احد جانبين الاطار تاريخ الانتاج بتاعه صحيح على هيئة اربع ارقام بشكل كودي يعني الرقم الاول والتاني ده رقم الاسبوع الثالث والربع رقم السنة يعني لو 15-16 ده الاسبوع الـ 15 اللي هو شهر اربعة مثلا سنة 2016 اطار انتهى خلص ده خاردين برضو نروح لنقطة لما اجا اشتري اطار لما اجا اشتري اطار اتأكد هو مصنوع امتى عشان ما اجيبش اطار قديم اشتري اطار بقاله سنتين يبقى انا كلت في العمر الافتراضي بتاعه سنتين فيه الاسب تلجأ لحيلة موجودة في تفتق زهن المصريين عنها ان هم يجلوا الاطار ياخد الاطار كده بعد ما بتبقى شكل الاطار من برا زي ما يقولوا كده ايه اتمسح زي ما بيقولوا بالبلد فيروحوا ده فيه قرة متخصصة في ده يا دكتور يروح يجليه ويقول لك انا خليته جديد ده خطر خطر جدا وده بيحصل مع العربيات النقل وعربيات الاجرى انهم بيقطعوا كيلومتراك كتيرة في الاطار بيتأكل المداز بتاعه في مصانع مصرح لها على مستوى العالم ولكن لها شروط شديدة للدق ان يكون ده ده من اللي لسه باقي فيه العمر الافتراضي بتاعه داخل العمر الافتراضي بتاعه يكون حالة الاطار كلها جيدة وله معاملات امان شديدة جدا مش متوفرة بشكل كبير او اخر انما المصانع اللي بيبنوا تحت بير السلم دولة دي في منتهى الخطورة لانه بيجيب اطار متهرق او اطار متآكل او اطار منتهى عمر الصلاحية بتاعه ويعمل له كفر مش ليس له هو بينحطه يا دكتور بينحطه او يعمل له مداسي اما بينحطه لما بينحطه ده اكتر لانه بياكل في بدن الاطار فالاطار بقى خلاص انت بشكل هو بيفرح انه هو يعني بدل ما بقى ناعم بقى رجع تاني فيه الستكالت في المداز بتاع الاطار فده بقى منتهى الخطورة يعني لا نوصي بشراء اطار جديد قديم لا بد الاطار يكون خلال 3-4 شهور اللي هو فترة الاستيراد انما ما تشيش اطار بقى له سنة في بعض التجار للأسف يعني يخفض لخمسين جنيه في سعر الاطار ووكل في عمره سنتين طب انت هتشتريه تعمل به ايه الحاجة التانية ايه في الحر في الكلام ده دكتور يعني انا لو في دولة اوروبية غير دولة اه طبعا حر الاطار بقى موجود احد معايير تصميم الاطار لدرجة الحرارة بتاعته فالاطارات اللي بتستخدم في المناطق الباردة غير الاطارات اللي بتستخدم في المناطق الحر الحاجة التانية الحر اتفاع درجة الحرارة وضغط على الاطار فبالتالي لازم الاطار بيبقى اكثر يعني التركيب بتاعه والتكوين بتاعه بيبقى مختلف قليلا كمان السرعة الاطار له سرعة قصوى ده موجود على شكل على بدن الاطار السرعة القصوى الاطار لكن خلينا نأكد على حاجة ما تشتريش اطار قتيم ما تستخدمش اطار خارج الصلاحية بتاعته لازم الاطارات تحافظ على الضغط بتاعها بشكل مستمر يمنع طبعا ان انا احتكب الاطار في الرصيف مش عارف ايه عشان نحافظ على شكله وضغطه الحاجة التانية لو حصل لقدر الله وانا ماشي بقى حصل انفجار للاطار دي نقطة خطيرة جدا لان نسبة لا يستهان بيها من المصادمات بتاعه سنتيجة انفجار اطار صح وانقلاب سيارة صحيح اول ما بيحدث ورا ولا قدام اخطر الامام طبعا اخطر صح لكن خلينا نقول ان انفجار الاطار اول رد فعلي بقى باني كري اكشن بقى رد فعلي مزعور فالسواء رجله بتروح مباشرة على الفرامل وليه الخطورة كبيرة جدا ليه الاطار لما بينفجر بينخفض ارتفاعه فبيعمل عزم جانيبه على مركز سيقل بيتحول ويعمل عزم جانيبه على ناحية الاطار المنفجر الحاجة التانية لما بينفجر بيتفلطح على الارض لما يتفلطح على الارض يبقى مساحة التلامس زادت لما مساحة التلامس تزيد يبقى المقاومة بتاعته مختلفة عن باقي مقاومة العجب فسيبه وامشي معاه لوحدك ده انا هقول لحضرتك على حاجة انك زي الزيت كده يا دكتور لو جات لك بقعد زيت ما تضربش فرامل لازم تسيب نفسك او يمكن ايه بيقس بيعالج ده لكن انت عارف صح ايه بفعالة انفجار الاطار بقى يعني الناس البروفيشنال فيه درجة من البروفيشنال في القيادة انه يدوز بنزين مش فرامل ايوة صح دوز بنزين يعدل العربية ويخلي طاقة المحرك للامام فيقلل تأثير العزم الجانبي الناتج من انفجار الاطار هتعمل كده يا دكتور لو حصل لك ولا حاجة لك دي مش اي حد يعملها دي ناس المحترفين اللي بيعملوا لكن انا بقول للناس العاديين اللي هو زي حضرتك ما تدوسش فرامل اخطر حاجة انك تدوس فرامل مثلا مفيش داعي للبانيكري اكشن او رد الفعل المزعور تمسك جيدا بعجلة القيادة رائب المرايا شوف التفين بالطريق وخفض السرعة تدريجيا وبعد انه ابدأ المس الفرامل ودوس وخرج خارج الطريق وانتظر وحط المسلس العاكس وتعامل مع الموقف انما تدوس فرامل دي اللي بتقلب يعني عندنا نسبة كبيرة من انقلاب السيارات نديجة رد الفعل المزعور بالضغط على الفرامل في رقم فده؟ نعم في رقم عندنا يعني احنا متحوادس العربيات حوالي 22% تتسبب في 22% اللي هي بترجع للمركبة 80% منهم بسبب الاطارات فعندنا نسبة لاستهام بيها من الحواليس اللي بترجع للاطارات وانفجارها قصة النيتروجين يا روح قصة حقيقية بتحمي من قصة تمدد الهواء الساخن داخل الاطار؟ اه طبعا النيتروجين عازل حاجة تانية جزائيات النيتروجين حجمها كبير فلو حاصل تسريب صغير مش هيبقى بنفس معدل التسريب اللي بيحصل في جزائيات الهواء اللي موجود الحاجة التالتة ان النيتروجين عجاز خامل فبالتالي وما فيش معاه بخار مية بيبقى ما فيش في الهواء في بخار مية بخار مية بيخش على جزء العجلة المعدن وبيأكسده وبيعمل فيه صدق فله اكثر من ميزة النيتروجين عازل للحرارة غير نقل للحرارة انه ما فيهوش بخار مية يؤدي الهتأكل تاعجوز ايقاته كبيرة نضمن منين ان البنزينة او صاحب الكويتش او محل الكويتش بدينا حقيقي نيتروجين ناس كتير تقولك نيتروجين المراكز الصيانة الموافوقة بقى ما فيش اختبار قادران يعرفهم لا لا طبعا انت مش هدر بتعمل ده لكن الجهات المختصة بقى اللي بتعمل اشراف ومتابعة الجهات دي وانا بنشدهم جميعا ان هم يعني الاسف مش بس النيتروجين اللي فيه مشكلة العداد بتاع قياس ضغط الهواء ده يعني احنا كنا عملنا كده دراسة كده على عدد كبير من المقاس ده الاسف المقاس نفسه مش مزبوط يا سلام فدي فنتقى الخطورة يقولك تلاتين وهو مش تلاتين وهو مش تلاتين ممكن يطلع اربعين وخمسة واربعين ودي فنتقى الخطورة او يمكن اقل وفي الحالتين خطيرة يعني لو ضغط الهواء زاد مساحة التلامس مع سطح الطريق بتقل يبقى الفرامل هتقل السيطرة على العربية هتقل وممكن يوصل لك لمنحلة الضغط يزيد قوي ويوصل الانفجار لو الضغط قليل الاطار بيتفلطع على الطريق يبقى مقاومته بتزيد يبقى اتزام المركبة على الطريق مش مظبوط وفيه عجلة المقاومة بتاعتها اعلى باقي الاطارات يعني وبناء على انا مفيش ما اقدرش احدد ده نيتروجين ولا انا من اي حتى فيه اختبارات سريعة يا دكتور يقولك تشعرف تحطه ولا تعمل ما اعرفش ايه تشوف مقاومته عاملة ازاي ليه ملمس هو الوقت نيتروجين طبعا غزق هامل لو طلع نيتروجين وحاولت تولع مش هيولع طبعا نيتروجين مش القضي ولا يعني انا بتكلم فان هو مفيش اختبار بسيط يعني تفرق بين دولة بالشعلة يعني ان نيتروجين مش هيولها مش هيطفل شعلة يعني لكن الهوا يزيد من الاشتعال يعني ده بالنسبة للاطارات بالنسبة لدرجة حرارة المحرك المحرك طبعا بيحدث داخل واحتراق داخلي تتافع درجة الحرارة بشكل كبير في دورات خاصة بالتبريد سواء دورة التزييد او دورة التبريد او انا عايز اقول ان جميع الزيوت في السيارة بتغير لابد انت يعني تعمل تغيير لك ما فيش زيوت بتستمر على طول وبتزودها لما تنقص فيه مفهوم كده اقولك زيت الباور ما بيتغيرش زيت الفيتس لا كل الزيوت بتتغير لها عمر افتراضي قد يكون عمر الافتراض لزيت الفيتس وزيت الباور طويل شوية لكن ايضا بيتغير غير زيت المحرك اللي هو لازم تغير بستمرار الحاجة التالتة دورات الميا طبعا دورة الميا دي حاجة مهمة جدا هي بتؤدي التبريد دورة الميا ودورة المروحة اللي هي بتعمل التبريد برضو لازم نتأكد منه في فصل الصيف تأكد كويس جدا العربية الحديثة كلها دورة التبريد فيها دورة مغلقة الميا بتبقى مغلقة ما فيهاش هوا فيهاش فقاعات هوائية لو دخلت فيها فقاعات هوا دي بترفع درجة الحرارة بشكل كبير جدا فعشان كده ما ينفعش ان انا العربية سخنت مني اروح ازودها ولا اما ازودها ممكن اقدي يعني عطب كبير في المحرك لو هزود المركبة لازم تبقى بردة جدا ولو سخنة يبقى لازم في حال التدوير ما زودهاش وهي منبطلة ده انا بضطر هيان ان العربية سخنت وعايز ازودها ميا فبدور وهزود وهي بتدور وبعدين اتوجه لأقرب مركز صيانة الحاجة الخطيرة بقى المهمة اللي انا عايز اخير لها والكاوتش كمان اللي بيسموه الكوع يا دكتور اه لازم ده لازم دبر التشك عليه يعني لازم نعمل فحص للوقاء ده يعني بيتكلف قليل لكن بيمنع من خسائر كتير جدا وبيمنع قد يمنع من حوادث ومصادمات يعني تيل الفرامل وزيوت الفرامل وكده وارجو ان احنا نتحرد دقة في اختيار الحاجات دي لانها حاجات مؤثرة جدا وعلاسف انا بشوف في السوق حاجات طبعا مش مزبوطة اللي انا عايز بقى يعني ااكد عليه في موضوع الحرارة ده والصيف السيارة لما بروح شغلي بسيب العربية في الشارع او في اي مكان او في باركينج غير مظلل الشمس بتخترق الزجاج وعرف ظاهرة الصوبة الزجاجية طبعا الشمس بيخشوا للسيارة ويمنع تشتتهم الزجاج بيمنع تشتتهم فبترتفع درجة الحرارة جراديوالي داخل بتوصل لستة وتسعين لو حاطة ولاعة هتعمل ايه حضراج بتوصل لستة وتسعين درجة مقوية يا الله عارف الرقم قريب من درجة الغلام لا احنا بناخد بالنا لو فتحت العربية ها درجة حرارة مرتفعة جدا ايه طبعا منحطش ولاعات منحطش مواد قبل الاشتعال بارفنات الحاجات دي بطارية موبايل او كل حاجة تتلف من الحرارة الحاجة التانية بقى الخطيرة ان في دراسات بتقول ان المواد المكونات بتاعت التابلو والكراسي والجلود والاخشاب اللي موجودة في السيارة مع تفع درجة الحرارة وفترة طويلة بتخش بدرجة من درجات التحميص بينطلق منها غازات هذه الغازات في كثير منها صنف انها كارسينوجيني الجازيس غازات مصرطنة تأثر على الجهاز التنفسي تؤدي الى سرطانات وفي دراسة معمولة في كثير من الجامعات عن تأثير هذه الخصوصا على الاطفال الواحد يتجنب ده ازاي افن نعم الواحد يتجنب ده ازاي تجنب ده ازاي لما تركب اولا نحاول قدر المستقن العربية تبقى تبقى مظللة وفي شماسات اللي نحطها في العربية وحنا هزين دي بتقلل لحد كبير طبعا انا مفيش مكان جنور مشمس يعني افتح العربية لمد دي بيئتين اتنين ده بيعمل سكافنجين بيعمل كسح للغذية الغازات من السيارة لأ وزمان كان فيه الغطى اللي هو اللي بتغطي العربية باكملها بالزبط ده طبعا يمنع كثيرا ده افضل حاجة الحاجة التانية لما شغلت العربية مكيفة شغل التكييف على الدورة المفتوحة فيه مفتاح كده بيغير التكييف من الدورة المغلقة للدورة المفتوحة الدورة المغلقة اللي هو ياخد الهوى من الكابينة ويدخله على التبريد ويرجعه تاني الدورة المفتوحة بياخد الهوى من بره ويبرده ده بيبقى أقل في الكفاءة ولكن بيعمل كسح بقى لكل الغازات اللي موجودة في العربية الغازات الخاملة دي بتبقى فين يا فندم؟ نعم بتبقى فين الغازات الخاملة دي اللي بتبقى جوه العربية؟ ده غازات مصرطنة مش خاملة ده غازات مصرطنة بتبقى موجودة يعني مكانها فين بالزبط؟ في التابلو؟ في كل الصالون هي بتنطلق من كل مكونات الصالون بتنطلق وتملى صالون السيارة وحدك طبعا هي ملاقة شريحة فبالتالي انت مش هتشمها او بعضها بتقدر تميز راحة غريبة لكن هي في ونتها الخطورة وخصوصا على الاطفال نبني اشد الامهات اخواتنا الامهات من فضلك في دراسات مؤكدة دراسات صحية مؤكدة وموثوقة عن تأثير هذه الغازات خصوصا على الجهاز التنفسي للاطفال الولاد اللي بيركبوا ويروحوا المدرسة ويوصلون بالعربية كل يوم بيشم قدر من هذه الغازات والنتيجة الولاد بيبقى عنده 6-7 سنين ونلاقي عنده فشل تنفسي ومشاكل كبيرة جدا فارجو بخلي بالنا من ده الحاجة برضو المهمة جدا في الصيف لو انا عندي رحلة طويلة يعني الصبح رايح او بكرة او بعده رحلة طويلة رايح اصيف مكان بعيد او رايح هامش 3-4-5 ساعات فيش ده هابدأ رحلتي في انتصف اليوم او في اخر اليوم يعني ابدأ في الحر والشمس القائدة لا افضل موعد للسفر هو بعد صلاة الفجر اه صل الفجر الشروق جو لطيف ما فيه الشمس لا والشمس كمان انت وقاش في عينك بتبقى الدنيا لسه انت شايف الامور بوضوح ده افضل موعد للقيام برحلة حتى في العودة في بعض اخواتنا في العودة يقعد طول النهار في المصر في اخر يوم بقى ويتاني سهران وطول النهار ويمشي بالليل مثلا ومطبق ده اكتر الكوارز وهو راجع بقى كل يعني من المشاكل الكبيرة المعتادة عندنا العودة من المصر في دي بنخلي بالنا منها جدا ومنحضر عليها انت طول النهار في اجهاد وشمس واكتفيتس كتيرة على البيتشو كده وبعدين بترجع تاخد اربع خمس ساعات نوم يعني كابوس شديد جدا بقى عندنا طرق كبيرة جدا بقى عندنا طرق ما شاء الله يعني مصر دلوقتي تقدمت من مركز 129 ل39 تقدمت 90 مركز يعني في اربع خمس سنين تقدم هذا المركز ده حاجة كبيرة جدا وعشر عامل جوت الطرق ده بالعكس انا عايز اقولك على حاجة تانية محصيات لسه منشورة قريبا مصر طبعا او القهيرة خلينا نتكلم على القهيرة وهي المدينة القهيرة هي ممكن رابع اكثر من رابع اكثر مدينة في الكثافة السكانية تمام بعد توكيو وديلهي ونيو مكسيكو كده او مكسيكو سيتي لكن في الازدحام المروري مصر بقت ال42 تافعت من كانت في العشرة الاوائل اصلت 22 عفوا بقت في الازدحام المروري طب ده طبعا بالنسبة لنا افضل لكن بالنسبة لمعدل الحوادث هل ده اثر بالسلب ولا بالإله لا اثر اولا مصر مش الاولى على ماين في الحوادث زي ماكتيل بيقول لا ده كان زمان ولا كان زمان يعني حتى زمان ما كانتش برضو سرق لكن مصر تقريبا في مركز 86 في حوادث الترق على مستوى العالم لكن انا عايز اقول مع المسروع القابل ابرز حوادث الترق بتيجي من ايه؟ عندنا احصائيات عندنا اه طبعا عنصر البشري هو المتصدر لعنصر البشري من 80% ل86% بيرتاكز على عنصر البشري وده محتاج جهد كبير جدا يعني احنا عملنا الطرق طربة عندنا الحمد لله طرق كبيرة ويمكن وزار الداخلية انا بشكرها لانها دلوقتي عندها حمل كبير على موضوع النشر الرادارات اللي الناس بيدعوا منها لكن ده مهم جدا بقى عندنا طرق رائعة دولة عمل الطرق ولا اروع نحتاجين نعمل ضبط عليها عشان ما تغريش البعض في التسارع وزيادة الحركة وزيادة السرعات على الطرق على اي حال في ارقام محددة نقدر نقولها بصفتك خبير السلامة المبنورية طبعا الأمم المتحدة نتكلم فيها ونقول فيها عندنا واحد تين تناة اربعة مصر ترتيبها في حوادث الطرق حوالي 86 ده رقم 86 السبب الرئيسي للحوادث العنصر البشر هو السبب الرئيسي للحوادث بيوصل من 80% ل86% عدد الحوادث في مصر قل لكن في المقابل معامل خطورة الحوادث زادت صح يعني ايه معامل خطورة الحوادث عدد الضحايا عدد المتوفين بالنسبة لعدد المصابين طب المؤشر ده يودينا فيه المؤشر ده يودينا مباشرة على السرعة السرعة برضو عليك عشان كده وزيادة خلافي توجهها المحمود جدا وممكن الناس هيزعلوا مننا في ده وهيقولي الرادارات الموجودة على بتحميك وبتحميني وبتحمي الناس كلها بتحمي أم ماشية بطفلات طبعا بتحمي عربية ماشية على الجنب يعني بلا شك لأن لأسف تم رصد السرعات مرتفعة جدا ونتيجة كانت في ارتفاع معامل خطورة الحادث لازم نرجع معامل خطورة الحادث للوضع الطبيعي بتاعه لأنه مرتفع دلوقتي عندنا في مصر رغم انخفاض عدد الحوادث فلازم يبقى الاتجاه ناحية تخفيض معامل خطورة والرادارات اللي موجودة على الطرف بنا يحفظنا ويحفظ أهلينا ويحفظ أسارنا زي ما قلنا لحضراتكم فصل الصيف دخل وبطبيعة الحال كل الأسر عايزة تروح مصيف اللي بيركب عربيته اللي عايز يروح مصيف الدكتور اللي واقع من الضبع استشاري السلامة المرورية لهيئة الأمم المتحدة ادينا بعض النصائح أبرزها أن احنا نسافر بدري مع ضوء الفجر أعتقل ده أفضل حاجة نراعي سلامة الإطارات وتكلم في الإطارات دي بشكل مفصل جدا جدا وقال يا جماعة يفضل الإطارات طبعا يبقى فيها نيتروجين يفضل طبعا متابعة لها ما ينفعش بعد العمر الافتراضي نمشي بيها اتكلم على دورة أيضا الهواء الخاصة بمحرك السيارة ولازم المتابعة الدائمة لها ربنا يحفظنا كلنا ولكن في التأني السلامة وفي العجلة ندامة وربما في هذه الفقرة يعني تبعنا كويس جدا إجراءات التأني وإجراءات السلامة المرورية اللي مفروض كل شخص يتبع خلال فصل الصيف أو عموما يعني أثناء قاتل السيارة شكرا لك فاندم نورتنا ومشرفتنا في ستوديو صباح الخريب شكرا لك أنا واركا لك شكرا لك